اهلا بكم في هذا القسم الذي سنقوم بالحديث فيه عن عدة امور وسنقوم بعمل لعبة رسم وسنقوم بعمل لعبة التتبع الخاصة بالgame objects بداية سنتحدث ما هي اليونيتي بشكل سريع سنتحدث عن world position والcoordinate system سنتحدث عن الكاميرا ما هي الكاميرا وكيفية استخدامها سنتحدث عن lights والshadow shaders game objects والcomponent scene الهيراكي والassets الانترفيس المونوبيهيفير ورح نعمل الاول لعبة اللي هي اه زي ما حكيت لكم اللعبة التتبع انه في عندنا game object بيتتبع game object ثاني سنتحدث عن الدوران والروتيشن لما نحكي عن world position طبعا الموضوعات موجودة هون بس مشرق نمشي بالترتيب راح نمشي بالدروس حسب الاهمية وفي موضوعات كثير غطناها من ضمن هذه الموضوعات في القسم الماضي من الدورة بداية انا بردو سنتحدث عن البريفاب كيف استخدام البريفاب كيف نتعامل مع ال input scripting كيف نتعامل مع ال component scripting كيف نتعامل مع line renderer وكيف نتعامل مع drawing في اليونيتي ورح نعمل drawing game اللي احكينا لكم انا بداية انا اصدقائي بالنسبة لليونيتي اليونيتي هي عبارة عن منصة زي ما منعرف منصة multi platform game engine يعني او cross platform game engine و multi platform يعني بقدر انا اعمل game اللي عندي للاندرويد للايو اس لليونيتي للديسكتوب للويب بنفس الوقت بقدر اشتغل انا ع ماك ع ويندوز فهي multi platform بنفس الوقت cross platform بتشتغل على اكثر من منصة اه بتدعم لغات البرمجة سي شارب و جافا سكريب في عنا المونو بيهيفير الخاص باليونيتي وبرضو في عنا اشي مش مونو بيهيفير اشي بسموه مونو اديتر او مونو ديفالوب اللي هو احنا منطور فيه الجيم اللي هو زي كود اديتر لليونيتي طبعا ليش سموه مونو من مونو بيهيفير الاشي الموجود في اليونيتي اللي هو life cycle اي game object او اي سكريبت بتكتبه في اليونيتي بنسمى مونو بيهيفير في كمان عنا الموقع الخاص باليونيتي اللي هو يونيتي 3d.com اه فاحنا راح نبلش اول اشي نحكي عن الورد بزيشن والكوردينت سيستم في هذا الدرس هلا في عنا اشي بسموه الكارتيزين كوردينت سيستم اللي هو النظام الثلاث الابعاد الخاص بالgame objects يعني مين اللي بنحكي عن اذا بنيجي نرسم في عنا نظام ثلاث الابعاد خاص بالgame objects يعني في عندي المستوى دي كارتيز زي ما بتعرفو في عندي اشي بسموه الا اكس اكسز اوكي الاكس اكسز وعندي الواي اكسز وعندي الزيد اكسز طبعا ايش الزيد اكسز زيد اكسز هو البعد البقري اللي هو داخل الشاشة يعني احنا بنحكي ثري دي جيمز بنحكي في عنا بعد بقري يعني تيجي هون لو بنرسم لكم كيوب خلنا نختار اللون احمر بالدرسم كيوب اكي اكسز وعندي هنا في عندي اه له ثلاثة ابعاد اوكي ثلاثة ابعاد في البعد الاول اللي هو بنحكي عن اه يعني ال اكس اكسزوكي اللي هو على المحتوى الافقي على المستوى الافقي فيه المستوى العمودي اللي هو على العلوي اكسز وفي المستوى البعد اللي هو بكون داخل الشاشة. اوكي? اللي هو بكون اه زد اكسز اللي هو العمق. اوكي? فبالالعاب الثلاث لابعد احنا بنحكي عن هاي هذول اكس واي وزي احنا بنطلق عليهم اه اللفظ اللي هو كارتيزين فيكتور او اه فيكتور اوكي? اللي هو بنسميه في اليونتي فيكتور اه اه فيكتور ثري. فاحنا لما احكي لك فيكتور ثري احنا بنحكي عن كارتيزين سيستم لهو نظام ثلاث الابعاد بحثوا على اكس واي وزي. طب في التو دي جيمز في التو دي جيمز احنا بنيجي بنحكي اه لما نيجي تحكي اكس واي وزد بتكون سفر. اوكي? فاحنا بالواقع في التو دي جيم بس بنحكي كأنه بدل ما نحكي كيوب بنحكي في عندي مربع. المربع هذا بس بكون فيه البعدين. لا ذلك لا يعني ان المربع في فيش الى البعد ثالث. لا في البعد ثالث لكن البعد الثالث احنا بنكونوا مسافرينه. اوكي? فاي جيم اوبجيك في اليونتي الو ثالث ابعاد حتى لو كان تو دي لكن البعد الثالث في حالة تو دي بكون سفر. هاي الشغل لازم ندركها وهاي ايش نطلق عليه الكوردينت سيستم او الكارتيزين كوردينت سيستم. طبعا في هنا اشي تاني اسمه لوكال ان وورد بزيشن. ايش نقصد في اللوكال ايش نقصد في الورد اي جيم اوبجيك في اليونتي الو تو بزيشن. اوك liposition الاول اللي هو خلني احكي اه بالنسبة للعالم في عندي جيم اوبجيك هنا الجيم اوبجيك هذه هي merOTOSPESITION خاص في معلوم المسأل تيجي بتحكي البوزيشن الخاص فيه طبعا بالنسبة للنقطة يسموها البيفيت بوينت او نقطة المحور بالنسبة لنقطة المحور الخاص فيه في العالم هو مثلا مفر سفر. وسفر. وسفر. اوكي. الآن جيت حطيت جيم اوبجيك داخل الجيم اوبجيك يعني كيف ده احكي لك اجيت حكيت انه هاذا الgame object فيه داخل وgame object صغير اوكي الgame object الصغير اللي داخل الgame object كبير بيكون إلي two positions position الاول بيسموه global position اللي هو بالنسبة لكل العالم والposition الثاني بيسميه local position اللي هو بالنسبة للparent هنا ممكن تيجي تحكي بالنسبة للparent اه في هاي النقطة اللي هي مثلا اه بوينت بوينت اه خلينيحكي بوينت two مثلا بوينت eight مثلا بالنسبة لمن بالنسبة للجيم object الكبير فخلينا نشوف مثال واقع ايش بنعني باللوكال اسبيس وبالجلوبال اسبيس فعشان هيك راح اعمل انا مشروع جديد للينيتي وراح نوضيح لكم ايش بنقصد في اللوكال اسبيس ولا جلوبال اسبيس خليني نروح نعمل a new unity project اه اوكي راح نختار location هون اه اتواني بس خليني نتودي هون نسمي اه لسنز اوكي هون نعمل آآ لسنثو احنا او سكشنثو وهو نعمل سلكت الفودر ونعمل كريات لتو دي اه او ثري دي براجكت مش مشكلة تو دي او ثري دي انتحر خلينا نبلش في ثري دي براجكت وانا نسمي اه اه ينيتي اللي هم نحكي فيه عن خلينا نحكي ثري دي وورد بشكل عام كيف نتعامل مع الورد في عن طريق اوكي خلينا نعمل سيف اوكي هلا برضو راح نحكي عن اشي مهم جدا اه بعد ما نغطي اللي هو نحكي عن بالنسبة لبوزيشن طبعا مش بس بوزيشن في عنا لبوزيشن في عنا لقل روتايشن في عنا لقل سكيل يعني نحكي عن BEH ShockWho المشروع جديد اللي عملنا اوكي هي المشروع الجديد. طبعا اه اذا بتيجي بتضيف في عنا داريكشن لات خلينا نشيله. اه اوكي في عنا كاميرا زي ما بتلاحظوا الكاميرا هون برسبكتف نوعها لانها ثري دي. فبدنا نيجي نضيف عالقيم خلينا نضيف كيوب. ثري دي اه نضيف كيوب. اوكي. هالي كيوب. تروح على الصين. طبعا راح تشوف هنا في عنا كيوب ها. ممكن تحرك الكاميرا. طبعا في عدة طرق. عشان عشان تحرك الكاميرا معك. في عندك الت. تكبز الت على الكيبورد بتحرك. اوكي. فبتقدر تحرك وتشوف من عدة زوايا. زي ما احنا شايفين هون. هسا اللي بدي عمله ببساطة جدا. طبعا كل محور ادو يعني هون مثلا. اه عشان نشوف في عنا اللي هي تا. الا اكس اللي هي باللون الاحمر زي ما انتوا شايفينها. في عنا الواي اللي هي باللون الاخضر. في عندها الزد. الزد اللي هي داخل الشاشة. اه هلا الكيوب الموجود عندي هون. الو بزيشن. اوكي. اللي هو زيرو زيرو زيرو. هو في نص الشاشة. زي ما احنا شايفين. كمان الو روتاشن. روتاشن حاليا ما في روتاشن. زيرو زيرو زيرو. فيه الو سكيل. هو واحد في واحد في واحد. الو سكيل الطبيعي له. هلا اه اذا بدك تيجي تنعمل كمان كيوب. نيجي نعمل كيوب تاني. دوبلكت. اوكي نسميه حتشن. اوكي اصحب الكيوب داخل الكيوب. يعني احط للكيوب داخل الكيوب الكبير. هلا. وبالاقعة على الكيوب الصغير اللي عندي هون. بدي ازغر شوي. يعني بدي احكي له هذا حجمه نصف 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 نصف. يعني الخاص فيه. اصغر للنصف من كل الابعاد. اوكي. هو موجود داخل الكيوب الكبير خلينا نزيحه شوي نحو اليمين بهذا الشكل صار عندك كيوب جوا كيوب زي ما انتم شايفين هلا الكيوب الـ child فيه two position صار يعني الكيوب الـ parent الو two position لكن اثنين نفس القيمة الـ local position والـ global position نفس القيمة zero 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 بالنسبة لـ child cube الموجود عندي هون الو برضو two position كل واحدة الها قيمة مختلفة في عنا position خاص خاص بالـ game object بالنسبة للعالم وفي عنا position تاني خاص بالـ game object بالنسبة لـ parent فهاي النقطة المهمة جدا اللي حاب ألفت انتباهكم لإلها انه في عندي two position خاصة بالـ game object واحدة بالنسبة للـ parent واحدة بالنسبة للـ space الـ global space في الـ game كيف راح نشوفها راح نشوفها في الدروس القادمة وانا مغطي الـ rotation راح نورجيكم ايش منعني في الـ local الـ local والـ global الـ space في الـ unity لكن بدي إياكم تنتبهوا لهاي النقطة انه في عندي ايش بسموه local وفي عندي ايش بسموه world position خاص في game object بالنسبة للـ child بالنسبة للـ parent فان شاء الله بنشوفها في مثال تطبيقية في الدرس القادم لما نحكي عن الـ rotation وبنشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم شكرا جزيلا للمتابعة شكرا جزيلا للمتابعة